السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالوا بنا نؤمن بالله ساعة تعالوا بنا نتذكر ونذكر المشكل الكبير الذي يشغل معظم الناس يشغل بالهم ويقد مجعهم هو مشكل الأرزاق وتقسيم الأرزاق وأيضا تقدير الأقدار الكثير من الناس يطرح التساؤل كيف جرى ولما جرى دائما يبقى في تساؤل مع نفسه يخاطب الوجود ويخاطب الأقدار ويبقى في حيرة من أمره لكي نخرج من دائرة الحيرة نرجع إلى ما وضعه رب العباد الصانع ونحن صنعته الله عز وجل جعل الأقدار وقسم الأرزاق وطلب منا أن نرضى بالقسمة أي نعم علينا أن نعمل علينا أن نجتهد علينا أن لا ندخر وسعا ولكن إذا قدر الله الأقدار ما على المؤمن إلا أن يصبر ويحتسب ويرضى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء المعنى أن الله تعالى لو بسط الرزق لعباده وأعطى لكل منا ما يريد حسب رغباته واحتياجاته قادر عز وجل لأن كل ما يطلبه الناس عند الله فائد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزل بقدر معلوم فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لو أعطانا أكثر مما نستحق ربما قد نشعر بنوع من العزة والكبرياء والخيالاء وقد نصل إلى مرحلة الطغيان كما قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى لعلم الرحمة الله علينا وكرمه أنه يعطينا تارة ويمنعنا تارة أخرى يعزنا تارة ويذلنا تارة أخرى وهذا فيه تربية وفيه توجيه وفيه سير وقيادة إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأن العبد دوما يبقى حفد يبقى دوما فقير إلى ربه ويبقى دائما محتاج إلى ربه أما إذا أعطاه كل شيء فإن الإنسان قد يطغى وقد يتجبر لأنه استغنى هناك قصة طيبة يروه الصلحاء وقعت أيام زمان تتعلق بتقسيم الأرزاق والرضى بما أعطى الله تعالى وإلا فسوف تدفع التمن غاليا يروى أنه كان رجل مسن شيخ هرم من بني إسرائيل تزوج في آخر عمره وزوجته أيضا كانت مسنة ولم ينجب إلا بعد أن مر الزمان أنجب طفلة صغيرة وطبعا الإنسان لما يكبر يتمنى أن يكون له ولد يعمل له ويشتهد ويأتيه بالطعام والشراب ويقوم بالرعاية والعناية الناس يحبون الأولاد والبنات لأنهم لما يسرون كبار وشيوخ يجدون أولادهم وفلت كبديهم هم أحمل الناس عليهم لكن هذا الرجل لم ينجب إلا بعد أن شاخ وابنته متزال صبية فكان يقوم في الصباح الباكر ويصعد إلى قمة الجبل في الغابة ويقوم بجمع الحطب عملية شاقة كل صباح مع شروق الشمس يصعد مع المرتفعات والمنخفضات ثم تتيحرة الشمس يأخذ فأسه ويبدأ في تقطيع الحطب من الشجر عمل متعب فكان كلما تعب رفع أكف الضراع إلى الله وقال يا رب أرزقني يا رب أرزقني ربنا يعطيه رزقه ما فيه الكفاية ما فيه الكفاف والعفاف والغنى عن الناس الله كريم كل يوم على هذه الحال لكن كان مما ابتلي به أن له زوجة غير راضية على الوضع تقول له إنك تخرج من الصباح إلى المساء ولا تأتينا بشيء نفرح به ونسعد ونفخر دائما تأتينا بالقليل الزوجة غير راضية على هذا الوضع وتريد منه أن يعمل أكثر وأن يبحث على رزقه من أي سبيل المهم أن ياتي بالطعام والشراب واللباس الفاخر الذي تفتخر به بين الجيران والأقران لكن الرجل كان يعمل حطابا هذا كل ما في قدرته وربنا لا ينساه كل يوم يعطيه رزقه ورزق زوجته ورزق بنيته إلا أنه في من الأيام سيلتقي مع النبي الكريم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى الذي وعث إلى بني إسرائيل كان معروف له روايات وحكايات عظيمة كل لغة ربانية تجعلك تستشعر بعظمة الألوهية وعظمة الخالق وقد كلمه الله تكليما التقى بسيدنا موسى فتشبت بأهداب تيابه وقال يا سيدي يا موسى أنت كليم الله وأنت رجل مبارك ألا ترى من أنا فيه من فقر وعجز وشيخوخة وهرم إنني أحتاج إلى تحسين وضعيتي الصحية ووضعيتي المادية وعلاقتي الزوجية وظروف العائلية وبدأ يشكو على سيدنا موسى طبعا سيدنا موسى ما هو عضو في الحكومة وعنده برنامج استعجالي لأتدخل لإيجاد الحلول المناسبة هو نبي والنبي عادة يكون قريبا من الله والفتح الرباني يأتيه من الدعاء قال له سأدعو الله لك أن يرزعك رزقا حسنا قال أدعو الله لي فبدأ موسى عليه السلام يقول يا الله يا الله يا الله هذا الرجل محتاج إلى الرزق اعطيه ربنا أجاب سيدنا موسى عليه السلام وهو الكليم قال له يا موسى إن هذا الرجل قد أعطيته ما يكفيه وأسرته فإذا زاد عن حده سوف ينقلب على ضده سوف يكون عليه وبار ووبئل ومعاناة ذاك هو هو نصيبه يعني قياس بالرادو هو هدك إذا زدت أكثر من هذا فسوف فسوف إما أن يطع وإما أن يتجبر وإما أن يقع له فتن في الحياة فربنا عليم قدير سبحانه وتعالى يقدر الأقدار فرجع النبي موسى إلى الرجل وقال إن ربك يخبرك بأن الرزق الذي أعطاك ذاك هو ما يناسبك رغم أنه قليل ولكن فيه الكفاية وخال من الفتن وخال من الابتلاءات وخال من التبعات فأنت مرتاح تعمل تأكل قليل وتقوم صباحا وأنت آمن في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك لقد حيزت لك الدنيا بحدافرها لكن الرجل كان ملح وقال يا موسى رجاء ارجع إلى ربك وادعه أن يعطيني أريد أريد الدنيا أريد المتاع رجع موسى إلى ربه عز وجل باستحياء يطرق الباب ويستفتح ويقول يا رب إن هذا الرجل يستعطفني ويلتمس منك أن تعطيه ما يريد ربنا عز وجل أراد أن يشهد موسى وقال سوف أعطي هذا الرجل ثلاث دعوات مستجابات يطلب ما يشع سأقضي حاجته كل ما يطلبه حاجته منفدة لكن رحمة به ثلاث دعوات لا تكون في وقت واحد سيستعمل كل ليلة دعوة إذا ضاعت دعوة في اليوم الأول سوف يستدرك الدعوة الثانية في اليوم التالي وإذا ضاعت الدعوة الثانية سوف يستدرك الدعوة الثالثة فلما بلغ سيدنا موسى الرجل الخبر سر وفرح وشكر الله وقبل يد موسى ورحل فرحا إلى بيته ذلك اليوم لم يعمل لما وصل إلى البيت وسألت الزوجة ماذا جئت به اليوم من طعام أو من متاع قال ما جئت بشيء اليوم لم أعمل اليوم ضللت اليوم بكامله أناجي ربي وتأكلم مع الكليم موسى النبي الله وقد أعطاني الله تعالى خير عظيم أعطاني ثلاث دعوات مستجابات الزوجة قالت له وكيف ستأخذها بمفردك قال أي نعم أنا تعبت ورجوت الله وسجدت وركعت وطلبت وأعطاني ثلاث دعوات سأدعو بما أشاء ودعوتي مستجابة فقالت المرأة ألا تعطيني منها نصيبا نظر إليها بحنان وقال سوف أعطيك واحدة خذي أنت مني واحدة سيبقى عندي إثنتان بعد لحظة جاءت المرأة وقالت وماذا سوف تفعل بدعوتين مستجابتين تكفيك واحدة اعطيني أنا اتنتين واخد أنت واحدة فدخل في نزاع أول نزاع وأول عراق بينه وبين زوجته وكادت النزاع يحتدم لولا أن نبهه الله تعالى وقال سأخذ أنا دعوة وأعطيكي أنت دعوة مستجابة والدعوة الثالثة إذا وقع النزاع بيني وبينك سوف نعطيها للبنية الصغيرة تكون قسمة عادلة تلات دعوات ونحن تلات أنفار زوج وزوجة وبنية قسمة عادلة رضيتم قالوا رضينا فجاء غرب الشمس اليوم الأول الدعاء مستجاب فقال إذا سأبدأ وأنا الأول سوف أدعو الله تعالى المرأة قالت له بماذا سوف تدعو ربك قال سأدعو الله تعالى أن يعطيني صندوق كبير مليء بالدراهم والدنانير لكي أقوم بصرفه كل ما احتجت إلى مال يعني بغى صندوق توفير الوطني لكن السوسيال الرجال عادة هكذا يفكرون أي رجل رب أسرة يفكر في العمل والإدخار لأنه يخشى يوما ما يكبر ويهرم أو يضعف أو يقع له مشاكل في العمل أو في التجارة فيجد تلك المدهارات هكذا سيداتي وخصوصا أيها النساء السيدة الفاضلات هكذا يفكر غالب الأزواج غالب الرجال يفكر أنه يعمل ويعمل ويدخر مخافة تقلب الأيام حتى لا يضطر أن يمد يده حتى لا يضطر أن يحتاج إلى غيره فكر الرجل المسكين أن يسأل ربه عز وجل يعطيه صندوق مليء بالدراهم والدنانير انت السوسيال لكي يعيش مرتاح فاستدركت عليه الزوجة قالت له عندي آخر طلب ألا يمكنك أن تؤخر دعوتك الليلة حتى الغد لأن لأن عندنا ما نقضي به اليوم الغد عندي بعد مدخرات طعام وشراب ومتاع ممكن نقضي به واعطني هذه الفرصة أنا متحمسة أريد أن أدعو أنا الآن الليلة الأولى واترك أنت دعوتك للليلة الثانية فالرجل أراد أن يرضي زوجته لأنه يعلم إذا لم يرضيها ستبقى قلقة دجرة وسوف تريه العذاب الأليم فقال أعطيها حقها أعطيها حقها خذي أنت أول ليلة ادعي الله بما تشاءين فجاءت دي الليلة الأولى والمرأة قالت ماذا أدعو ماذا أدعو الرجل سوف يدعو بالصندوق مليء بالمال ماذا سأدعو أنا ينبغي أن أدعو شيئا مخالف للمال بالله عليكم فكروا وقدروا معي امرأة مضى عليها الزمان وصارت كبيرة السن تشاعيد وشيب في الشعر وإحدودب الظهر وصارت ضعيفة وهرمة ماذا ستدعو وكانت تعاني كثير أنها لم تكن جميلة كانت ذميمة وكانت النسوة يصهرن منها فقالت هذه فرصتي لأصهر منهن أجمعين سأدعو الرب أن يعطيني جمالا باهرا والشبابا فاتنا لكي أكون أجمل وأروع نساء عصري حتى أفدي ما كانوا يصهرون مني فعلا دعت الله تعلي يا رب أريد جمال ليس له نظير يا رب أريد الشباب أريد كذا وكذا فعلا الدعوة مستجابة صعدت إلى السماء واستجاب الله الدعوة وهي نائمة في الصباح الباكر لما استيقظت كعادتها وأخذت جرتها وذهبت إلى الواد لكي تسقي الماء وكان على ضفاف النهر العشرات من النسوة يسقين المياه فلما رأينها أكبرنها وقلنا سبحان الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم لقد سات المرأة جميلة رأت أنظار الناس ودهجتهم فتحجبت فنظرت إلى وجهها على صفحة الماء في الواد فظهر لها وجهها منير ومشرق كالقمر ليلة البدر تحسست ملامحها فإذا فعلا شعرها أصبع ناعما ومنسدلا على كتفيها وبشرتها صارت بيضاء ناصعة عيناها كبيرتان وكل ملامح وجهها تبعث على الدهشة من شدة الجمال والبهاء وقامتها سبحان الذي خلق فسوى فبدأ تقول ما أبهاني ما أجملني والناس ينظرون إليها بشوق ولا أحد يستطيع أن يكلمها لأنها فوق الأنظار الخبر انتشر ووصل إلى حاكم البلدة حاكم البلدة كان رجل في متوسط العمر وكان قوي وكان جلد وكان يحب الدنيا عنده قصور وعنده جواري وعنده نساء وعنده أموال وعنده سلطة وكان الشره يحب الحياة الدنيا فسمع بأن في البلدة ظهرت امرأة حسناء ليس لها مثيل وكأنها ملك من السماء كان حورية نزلت من السماء جمع جنده وصار يجري إلى أن وصل إلى الدفاف النهر فوجد الفتاة الجميلة فعلا جلس في بقاع الدفاف النهر سلم عليها نظر إليها بدهشة ولم يتوقع هذا الجمال الفاتن فقال يا امرأة إني أسألك سؤال واحد هل أنت مرتبطة هل أنت متزوجة سؤال أريد جوابا فقالت لماذا تسأل قال إن كنت متزوجة لا شأن لي بك أما إذا كنت بغير زوج فأريدك أن تكون زوجتي وأجعلك على رأس قمة قصري ونسائي فالمرأة لما رأت هذا العرض المغري والحاكم رجل أربعيني في ريعان شبابه وعنده قصور وعنده خدم وحشم فقالت هل أجيب بالحقيقة هل أقول أنا متزوجة بذلك الحطاب الرجل المسيم الهرم هل سأرجع إلى ذلك الكوخ إلى حياة التعاسى والبوس لا ولعب بها إبليس إبليس يكون حاضر في مثل هذه المواقف وقال لها هذه فرصتك هذه هي الفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر فالمرأة استجمعت قوتها وقالت يا سيدي أنا لست متزوجة ففرح الحاكم وقال سوف أضمك إلى الحريم فعلاً فعلاً أخذها إلى قصره وطلب من الحريم أن يقومن بغسلها وتنظيفها وإعدادها لتكون عروسه في هذه الليلة ثم أعطى الأوامر للمغنيات والراقصات ولأصحاب الجوق لكي يقوموا بالغناء والدفوف والنواقس ليعدوا عرساً كبيراً ويدعى له الناس كلهم فعلاً وقيم سفاف عظيم وحضر الناس طعام وشراب وعرس أسطوري الحاكم فرح بهذه العروس ولم يسأل من أين جاءت لأن جمالها أخاض وباهر البلد كلها اتجهت نحو قصر الحاكم لتشهد هذا السفاف فاستيقض الحطاب من نومه وكان في كوخه وجد بأن القرية شبه فارغة سأل ابنته ما الذي يحدث قالت يا أبتاه هناك عرس كبير يقيمه الحاكم في قصره وكل أبناء القرية ذهبوا هناك ليأكلوا ويشربوا ويشاهدوا مراسم الزفاف فقال وأين أمك قالت أمي هي العروس لقد دعت ربها فاستجاب لها وجعلها جميلة وقد أخذها الحاكم ليتزوجها لقد جن جنون الحطاب شعر بنوع من التذمر والاستياء وقال كيف يعقل أخذ عكازه وأخذ يجري محدود بالظهر يلهت والشيب في رأسه وهو شيخ كبير والتجائيد حتى وصل إلى قصر الحاكم وبدأ يضرب بالعكاز أريد الحاكم شخصيا أريد مكالمة الحاكم الجنود يقولون له تبلك هل الحاكم ما عنده عمل حتى يكلمك ويقابلك الحاكم عنده أشغال كثيرة وعنده ضيوف وعنده قال أمر خطير الأمر جلل الأمر يهمه ويهمني ويهم العروس فلما سمع الجند هذا الكلام ذهب الوسيط إلى الحاكم وقال رجل على الباب يبدو أنه متحمس جدا ويقول عنده أمر جلل وخطير يهمك ويهمه ويهم العروس فتحجب الحاكم نزل إلى أن خرج إلى الحطاب ما شأنك قال يا سيدي هذه المرأة التي تتزوجها إنها زوجتي وأم ابنتي قال لا يمكن أنت شيخ كبير وهي شابة في مختبر العمر فرق كبير بينكما قال أي نعم لقد كانت شيخة وعجوز كبير مثلي لكن الله تعالى استجاب دعوتها وردها شابة جميلة قال هذا هراء هذا لا يمكن هذا العقل لا يقبله فقال الوسيط له هل أدخلته وتقابله معها حتى تنتهي هذه القصة فقال أي نعم فجاءوا بالشيخ الهرم وأدخلوه إلى زوجته التي صارت عروس شابة صغيرة كالحورية لما رأته عرفته إنه هو زوجها وهو لما رأها اندهش قال هل أنت فلانة قالت نعم فسأل الحاكم هل هذا الرجل زوجك نظرت إلى الحاكم ونظرت إلى الزوج وتقول إذا قلت نعم سوف أحرم من الحاكم وأعود منكسرة إلى الحطاب مدى أفعل مدى عسني أن أفعل فقالت للحاكم لا لا أعرفه لا علاقة لي به وأنكرته وزوجة يقول تب بل لك هل نسيتني لقد قضيت معك أربعين سنة في زواج المرأة قالت سأضيع الفرصة علي ماذا تصنع فأنكرت غضب الحاكم غضبا شديد وأخذ الشيخ الهرم من تلابيب ثيابه ورماه على قفاه وقال للحراس خذوه إلى السجن واضربوه ضربا مبرحا جزاء أنه تدخل في أموري وشؤوني الحاكم ومس حريمه وفعلا أخذوا الرجل الحطاب إلى السجن وأدخلوه وبدأوا يضربونه يجندونه جلدا عظيما فتذكر تذكر وصية موسى عليه السلام لما قاله إن ربك يقول لك الأفضل أن تبقى كما أنت لو أعطاك الله أكثر من نصيبك سوف تشقى ها هو أول ليلة زوجته سوف تزف إلى غيره وهو الآن في السجن يجند وحيدا ولا أحد يأباه له آه لو سمعت وصية موسى عليه السلام وبقيت على حالي رضيت بنصيب قليل لكنت الآن في بيتي وزوجتي بجانبي وطعامي بين يدي أنا الآن في السجن والزوجة تزف إلى غيري في فراش غيري وابنتي صارت صبية وحيدة في الكوخ آه لو سمعت وصية موسى عليه السلام وبدأ يسمعوا الدفوف والمزامير والنواقيس زوجته فعلا تزف إلى الحاكم الحاكم كان فرحا مسرورا وقد جاء بالضيوف وكبار القوم وجاءوا بالعروس فوق الهودج وقال سترون جمالا باهرا لم تروا مثله قط أبدا إياكم أن تندهشوا وفعلا قد زينوا العروس وينتظرون أن يرفعوا عن الستار ليروا هذا الجمال الباهر في تلك اللحظات جاء غروب الشمس وجاء وقت الدعوة التانية الحطاب عنده الحق في أن يدعو دعاءا وكما سلف أنه كان يريد أن يدعو دعاء بسيط أن يعطيه الله صندوق من المال لكي يعيش به في آخر عمره لكنه الآن زهد في المال عنده الغضب في قلبه عنده روح الانتقام أراد أن ينتقم من زوجته التي أنكرته ورمته في غياه بأسهن فماذا يفعل؟ إنه سوف يستعمل دعوته قال يا رب كما هي أنكرتني أسألك يا الله أن تجعل صورتها خبيثة كأنها قرضة مهجورة وريحة كريهة نثنة الدعاء مستجاب فعلا حينما أرادوا أن يدخلوا العروس إلى الحاكم ورفعوا الهودج عوض أن يروا أميرة جميلة أخادة رأوا قرضة مسنة وسخة رائحتها كريهة نثنة فتعجبوا قالوا أعوذ بالله هذه شيطانة لعلها شيطانة فصاروا يرجمونها بأحديتهم وهي تجري وتهرب ويرمونها بكل شيء وصارت المرأة المسكينة فماذا تصنع البني بالدعوة الثالثة؟ كانت تريد أن تدعو الله أن يعطيها دمى وألعاب تلعب بهم لكنها تحتاج إلى أمها وأبيها فقالت سأستعمل الدعوة لكي تعود أمي وأبي إلى حالهم الأول فبدأت تقول يا الله يا رب اعفوا عن أبي وأمي وأيدهم إلي كما كان سلف عهدهم فاستجابوا الله الدعوة وأعاد العجوز إلى صورتها وأعاد الشيخ الحطاب إلى حريته ثم عادوا جميعا إلى كوخهم وذهبت الدعوات الثلاث وبقي الوضع كما هو عليه وعلموا بأن وصية موسى عليه السلام بأن الله تعالى في هذه الدنيا لها قوانيم ربنا يقسم الأرزاق بين العباد من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصخط من سخط فليستعب لمواجهة المزيد من الابتلاءات كلما لم ترضى بلاء آخر وكلما زدت في عدم الرضا بلاء ثالث ورابع إلى أن ترضى أما من رضي منذ الوهلة الأولى فإن الله تعالى يبدله خيرا ويتيبه أحسن التواب وصدق المولى عز وجل حينما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء أسأل الله تعالى أن يعطينا ما يكفينا ولا يعطينا ما يطغينا أسأل الله تعالى أن يرزقنا الرزق الحلال الحسن الطيب وأن يجعل أيادنا هي العليا بالعطاء ولا تكن السفلة بالاستعطاء اللهم ارزقنا رزقا حللا طيبا وقنعنا به ورزقنا الرضا ورزقنا القناعة بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة